بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عمليني النهاردة جاينا نتكلم معاكم عن موضوع تكلمنا فيه من قبل لكن النهاردة جاينا نتكلم معاكم بشكل بسيط لان الناس كتيرة جدا بتتلغبط في موضوع وجع البطن الناس مفقرة ان هي ما يجي لها وجع بطن تروح السيدلية يدي له برشامة وخلاص يا دكتور انا عندي وجع بالبطن اخد حاجة للتقلصات والمغص اي حاجة للتقلصات والمغص المغضومة مش كده يا جماعة انا عايزين نفاهم الناس وانها عن الناس بعض الاشياء البسيطة النهاردة جاينا نتكلم معاكم عن مغص ازاي ده ازاي يا دكتور احمد بتعرف مغص ازاي ده نكشف لكم ازاي احنا بنعرف في العيادة مغص ازاي ده الاعراض الاكثر شيوعا بتكون عبارة عن وجع الوجع ده بيبقى في الجنب اليمين بيكون بادئ حوالين السرة يبقى وجع في الجنب اليمين بيبدأ حوالين السرة يبقى غالبا معاها سخنية او ترجيع لما نضغط بادينا لما نضغط بادينا على مكان الوجع بيزيد الوجع لما نشيل يعني انا لما ضغطنا قدينا على مكان الوجع بيزيد الوجع لو شلنا قدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر ولو رفعنا رجل العيان لو رفعنا رجل العيان بتع اتجاه بطنه الوجع يزيد اكتر واكتر ده بشكل كده بسيط خالص يعني حاجات بسيطة خالص نقدر نعرف من خلالها وجع مغص ازاي ده عشان الناس اللي بتخلطوا الامور بعضها تخلط المغص الكلوي بمغص ازاي ده يا جمع طبعا هناك اشياء اخرى نستطيع فحوصات واشياء نستطيع نعرف نميز بقى مغس زايدة عن مغس الكلوي او كده لكن بشكل بسيط اللي احنا قلناه في مغس الزايدة اه اللي هو واجع في الجنب اليمين بيبدأ حاولين السرة بيبقى معاها ترجيع اه او سخونية لما نضغط بايدين على مكان الوجع بيزيد الوجع لما نشيل يدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر لو رفعنا رجل العيان تجاه بطنه بيزيد اكتر واكتر ده بشكل بسيط كده مغس زايدة اما مغس الكلوي بنقول ان ده واجع في جنب الشمال اول يمين بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسلية هو المريض بيكون عنده حرقان في البول وآآ بيكون اشتكى قبل كده من حصوات واملاح ده بشكل مختصر خالص مغس الكلوي يبقى كده عرفنا تقريبا ايه الاعراض كده اللي مرموك طبيب لو جالت لك اعراض مازل زايدة ايرت نفسك على الطبيب آآ علشان نحل نحاول ان احنا تدرك الامر بشكل آآ سريع شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دشان طبيب تغذية في التركية دمتم بصحة وعافية مع السلامة باي باي